بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتكلم عن موضوع الدودا دابوسيا بين أورو أو انتروباس في المكلارس الدودا الدابوسيا أو اللي نسميه الحرقص سأنت في تصنيف العلمي كيدومانيميليم مملك الحيوانية فايلام نيمات هليمنتس الشعبة نيمات هليمنتس الديدان الخيطية كلاس نيماتودا وأيضا كلاس سكرينتي أور فاسميدا وعدنا اوردور اوكسيورايدا وعدنا فاملي اوكسيورايدية وعدنا جيناس انتروباس وعدنا سبيشيز في المكلارس هذا هو التصنيف العلمي لل الدودا الدابوسيا عدنا أوردر نيم انتروباس في المكلارس عادا ان απο أسماء أخرى عدنا تيردا واروم عدنا اورامستة وار gäller او عدنا اوكسيورايز في المكلارس هذا هو الاسم القديم بالنسبة للأدودا الدابوسيا بالنسبة للخصائص التي تمتلك هذه النوع من الديدان تكون الديدان صغيرة الحجم وتعيش في منطقة القولم و تكون انتربيز فرميكولاريز منوكسيز تكمل دورة حياتها في الإنسان لا تحتاج إلى مضيف أو لا توجد مضيف وسيط إزوفوغ اسمالها صار متلقل و أجنس هذه الديدان تكون منفصلة تبدأ من الموت تنتهب الأنس و أنسجمينت بوضي هذه الديدان جسمتكم كامل غير مقاطعة مختصر كلمة انتربيز فرميكولاريز انترو يعني انتستاين بويز يعني مين لايب حيات فرميكولار يعني سمول ورم أما أكسي رايز يعني شرب تايب هابتت استجب بالنسبة للإنتروبيز فرميكولاريز أدالت ورم لايب إين دا لارج انتستاين منطقة السيكة ملاعور و قولون هذا هو مكان اللي تعيش فيها دودة لارج انتستاين قلنا هذه الديدان جناس منفصلة بالنسبة للأدالت ورم الميل الذكر تكون سلندر شاب من 2 إلى 5 مليمول نهايته تكون ملفوفة وتحتوي على السنجل كوبية لوتوري سبيكول الشوكة التي تساعدها في ماتشنج في وقت التزاوج أما بالنسبة للأدالت ورم الأنثى السيزة تكون 8 إلى 13 مليمول التايل تكون مستقيم النهايته تكون شفافة ومستقيمة وليس ملفوفة بوستيريار أنتين 3 نصف تكون شفافة وفالفو في موقع الفالفو في تلتل أمام الجسم نهايته نهايته السيزة لا تكون 50 إلى 60 ميكورون الشكل لا تكون متطاولة بيضوية وبها double layer and tick و flattened side blank convex جهة مقاعدة تكون وجهة تكون محدبة وأيضا تحتوي على colid embryo تحتوي على colid embryo يرقة ملفوفة live cycle بالنسبة ل live cycle intribus vermiclaris الدودة الدبوسية لاحظ أضلت ورم live large intestine الدودة البارغة العشفة المعالة الغريضة في الجسم الإنسان graphed female الأنثى التي تحتوي بيضاء على الأيض مجرد من colon إلى rectum في الليل الأنثى الحمل البيض تهاجر من colon إلى منطقة rectum المستقيم at night female stick eggs on pre anal skin يعني في الليل أنا شخصي نعم هذه الدودة تهاجر من colon إلى rectum المستقيم لتخرج خارج الأنثى فتحة الشارجية التي تضع البيض حول الأنثى single worum لاي 5000 إلى 17 أجز الدودة الواحدة تضع 5000 إلى 17 ألف بيضة المستقيم 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 6 يعني هذه البيضة بعد ما وضعها الدودة حول الشارج فتحة الشارجية بعد ساعات هذه البيضة تصبح ماتشور يعني عندما تبتلى الإنسان تصيب الإنسان تحتوى على يا رقة عندما تبتلى هذه البيضة تفقص هذه عندما تبتلى هذه البيضة تحتوى على يرقة كل الضربة هذه البيضة تفقص في البيضة و تبتلى في البيضة وتحمل إلى نهاية الجزء المعاء الدقيقة و تبتلى المعاء الدقيقة ثم تدخل إلى المعاء الغريضة ماتشور تصبح ماتشور 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 من أسبوعين إلى ست تشهر من أسبوعين إلى ست تشهر من دخول البيضة إلى الجسم و ثم وصول إلى دودة بالغة يتطلب من أسبوعين إلى ست تشهر ست تشهر الغريضة إلى يسبب أن يسبب أن يسبب أن يسبب أن يسبب أن تشهر بشكل أصابة التي تكون إصابة ليس تشهر في أطفال أصابة تشهر أكثر من الولد. السمتوم مالا يسببنا إرتائشن. حكا. أو في النساء ربما تدخل هذه الدودة إلى المهبل. يسببنا إرتائشن أيضا. أو الخروج البيضة مع اليورين. نشوفه under ميكروسكوب. طريقة انتقال هذه البيضة للإنسان. أما تكون عن طريقة فيجل أورال. تنتقل عن طريقة أكل الأشياء الملوثة التي تحتوي على بيضة. أو عن طريقة أوتو انفكشن. أصابة ذاتية. الشخص تصل نفسه عن طريقة فنجر. أو ريترو انفكشن. ريترو انفكشن عندما تخرج الدودة تضع البيض. هذه البيض. عندما عودت هذه الدودة إلى جسم الإنسان من فتحة الشرج مرة ثانية. تسببنا إرتائشن. هذا يسمى ريترو انفكشن. أما إيربورين باينهليش. الآن عن طريقة استنشاق الغبار التي تحتوي على حامل بيضة. هذا هو الطرق الانتشار بيضة. بالنسبة للتعيش نسمى للتعيش. يسمى النيه. يعني النيه. وطريقة الشعبة هو السليفون تيب. هذا هو أحسن وقت لها في صباح الباكر قبل الوصول لمنطقة الشارج سوف نرى بيضة بيضة أو بعض الوقت بيضة بيضة بعض الأحيان نرى بيضة 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 خصوصا في النساء ا wären staat NIH National Institutes of Weld هذا هو السفالات التي تعتقدها لنسبة لئت م MART التي تكون حيesteem ودى الرقم سوف ن commencer وهنا شيء كهذا هو الأحريط والبيضة، من مقعر، من محدد وتوجد الكثير تحديد أي محدد ليضة هؤلاء في النiego في هذه الصورة عدنا إيزوفوكس مثل صالة البولب مثل غلوب والسيفاليك أيضاً تبين في هذه الصورة وهذا هو الذكر نهاية تكون كيرفد منحني وهذا هو كروس سكشن اللي نشوف بها ال إنترى بيزور مكلارس